تستمر إيرانا في إطلاق مزاعمها وأكاذبها بشأن القصف الأخير على مدينة أربيل وقتل الآمنين فيها حيث حذر ممثل المرشد الإيراني أمين مجلس الأمن القومي علي أكبر أحمديان من أن أي عمرية تنفذها إسرائيل ضد بلاده انطلاقا من أي بلد كان سيتم الرد عليها أحمديان أجرى اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن الوطني العراقية قاسم العراجي الذي فند إدعاءات طهران بوجود مقر للمساد من خلال ترقسه لجنة تحقيق حكومية وصلت إلى أربيل بعد ساعة من الهجوم الإيرانية